أهر رمضان لهذه السنة لن يكون من دون مطاعم الرحمة هذا ما أعلنت عنه وزارة التضامن الوطني والأسرة لكن مقابل شروط في مقدمتها الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات الولائية وذلك قبل نهاية الشهر الجاري والالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي لمجابهة فيروس كورونا والوزارة عبر مدرياتها للنشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات دعت الراغبين في فتح مطاعم الإفطار إلى إداع طلباتهم لدى المصالح المعنية قبل نهاية الشهر الجاري شروط الوزارة بحسب تعليمات وجهتها إلى مصالحها الولائية تمثلت في منح الترخيص بناء على نتائج زيارة مسبقة للمحلات من قبل اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة ومتابعة مطاعم الإفطار في ظل الاحترام الصارم لبروتوكول الصحي الخاص بمحاربة تفشي وباء كورونا ودعت الوزارة جميع المحسنين أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين الراغبين في فتح مطاعم خلال شهر رمضان المعظم إلى التقرب من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بغرض إداع الاستمارة الخاصة بطلب فتح مطعم الإفطار قبل تاريخ الفاتح أفريل المقبل الذي حدد كآخر أجل لإداع الاستمارات شكرا شكرا